استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه تحدث القرآن الكريم عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والسراح الجميل وأما الصبر الجميل فهو الصبر الذي لا ضغر معه حيث يقول المولى تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله وقال نبي الله يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون إذن الصبر يعطي الإنسان قوة ويمنح الإنسان عطاء وأخذ بالأسباب وأما الصفح الجميل فهو الصفح الذي لا عتاب معه ولذلك خاطب ربنا تبارك وتعالى حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال فاصفح الصفح الجميل لا تعاتب ولا تنظر إلى الخلف وأما الهجر الجميل فهو الهجر الذي لا أذى معه قال واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وأما الصراح الجميل فهو صراح المرأة الذي لا ظلم للمرأة معه قال تعالى وسرحوهن صراحا جميلا وفي دعائنا ندعو المولى تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار أن يسترنا بستره الجميل والستر الجميل هو الستر المغطى الذي تغفر فيه الذنوب ويمنح الإنسان فيه من ربه رحمة يعامله بها فيعفو عما كان منه من أخطاء ويدعو الإنسان منا ربه اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما كان من الذنوب والعصيان إذن تحدث القرآن الكريم عن الصبر في غير موضع وتحدث أيضا عن المصابرة في خواتيم سورة آل عمران قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وأستطيع أن أربط هذه الآية بالعبادات الخمس لا أقول تفسيراً وإنما معايشة لبعض معاني القرآن قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا في صلاة الفجر وصابروا في أداء صلاة الظهر ورابطوا في أداء صلاة العصر واتقوا الله في صلاة المغرب لعلكم تفلحون في صلاة العشاء والمصابرة فيها أيضا المقاومة والمعنى واجهوا صبر أعدائكم بصبر يغلب صبر العدو وهذا ما نحتاج إليه في هذا التوقيت الحرك الذي نمر به عالمياً ودولياً نحتاج إلى صبر يغلب صبر عدونا بإذن المولى تبارك وتعالى ونحتاج أيضاً إلى ضبط النفس وإلى التفكير في أن كل ما يصدر عن الله جميل وفيه أيضاً الصبر على مقاومة الشيطان وصبر يغلب صبر الشيطان على إغوائنا فالشيطان في إغوائه للعبد يصبر ويحاول ويقاوم ويجاهد لأنه قال لربه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إذن علينا أن نصبر بصبر مستمد من قوة الله ومن عطاء الله ثلاثة أعمال تخرج من موازين العبد يوم القيامة الصبر والعفو والصوم قال في حق الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولم يحدد الأجر وقال في حق أهل العفو فمن عفى وأصلح فأجره على الله ولم يحدد الأجر وفي حق الصوم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولم يحدد الأجر إذن على الإنسان أن يصبر ليكون من هؤلاء المؤمنين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي قال فيه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إذن سل نفسك هل أنا من المؤمنين؟ هل أنا من أهل الصبر؟ أم من أهل الجزع؟ الصبر هو الذي يعطي الإنسان القوة المستمدة من الملك سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خير من الصبر والصبر سبيل التمكين قال جل وعلا وَاجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ وَمِنْ عَلَامَاتِ الصَّبْرِ كَمَالِ الرِّضَى عَنِ اللَّهِ وَمِنْ كُلِّ مَا يَأْتِي مِنَ اللَّهِ اصبر وما صبرك إلا بالله هكذا خاطب ربنا حبيبه ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى